عندما نتحدث عن اليوم العالمي للديمقراطية هناك عنوان عريض لهذا العام تحديداً وهي مرونة الديمقراطية في الاستجابة للأزمات ماذا تعني مرونة الديمقراطية؟ وقديش إحنا بحاجتها بهذا الوقت على وجه التحديد؟ صحيح يعني من التسمية، من العنوان، من الشعار بتاع اليوم بتحسي التقارب بينه وبين الحالة اللي بنعيشها بكل العالم، حالة الأزمة، حالة الكورونا لذلك جاء شعار اليوم متناسق مع الحالة اللي بنعيشها لا بد أن تكون هناك نظم الديمقراطية تراعي مزألة حقوق الإنسان، تراعي مزألة المشاركة المشاركة للكل، بالذات الفئات اللي تقليدياً كانت مستبعدة زي النساء، زي الشباب، زي الأشخاص الزوء العاقة فلذلك جاء هذا الشعار أو هذا العنوان ليوم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية نعم، اليوم إذا بدنا نحكي على المشهد بشكل عام مشهد ديمقراطية في العالم العربي خاصة والعالم بشكل عام اليوم كيف نقرأ هذا المشهد؟ طيب، أثناء الجائحة لحظنا أنه في تراجع في مسألة الالتزام بمبادئ الدموقراطية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان فبتجد مثلاً دلوقتي هناك أكثر من 59% من سكان العالم يعيشون تحت الطوارئ هناك أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية ولكن بنفس المستوى بتلقي هناك شهية من السكان، من الفئات المختلفة إذا كانوا نساء، إذا كانوا شباب بالنسبة لمسألة المشاركة وكلنا بنشوف على شاشات التلفزيونات حتى ونحن في الأثناء الجائحة والناس موجودة بالمنازل بتشوفي الرقبة في الناس على التعبير عن احتياجاتها الرقبة عن التعبير عن ما تريد يعني وهناك وسائل التواصل الاجتماعي بتشوفي هناك تفاعل من كل فئات الشعوب يعني بالذات الفئات الصغيرة السن وبالذات الشباب بأن يعبروا عن آراءهم بأنهم يتفاعلوا إذا لاحظنا، إذا نظرنا للدمغراطية بالمنظور السياسي بتجد رغم أنه هناك زي ما ذكرت أنه هناك تراجع ولكن هناك برضو جوارب مشرقة أنظر للانتخابات الأمريكية 2020 كان فيها أعلى مشاركة منذ 120 سنة في جانبين في جانب مشرق ونحن بندعو أن الناس تبني على جوانب المشرقة نعم، إذا نتحدث أكثر عن مصطلح الديمقراطية بتفاصيله نتحدث عن سيادة القانون، نتحدث عن احترام الحريات، حقوق الإنسان هناك أيضا تركيز على الحقوق، مش بس سياسيا مع أن نحكي عن الاقتراع والانتخابات مدنيا واجتماعيا ما أهم عناصر توفر الديمقراطية بشكلها العام؟ طيب، أنا بدي أرجح شوية لو سمحتوا لي المزألة الأيام العالمية لأنه كل مرة والتانية بنسمع أنه هناك يوم عالمي للديمقراطية هناك يوم عالمي للمرأة، للشباب، للأخبار بالتالي مهم جدا نفهم لماذا هذه الأيام هذه الأيام لتعزيز هذه المفاهيم يعني اليوم نحن نتكلم عن شيئين تعزيز مفهومة الديمقراطية ونفع الوعي أنا أتمنى أنه ومشاهدنا الناس تتأمل في مسألة الديمقراطية بعشكال المختلفة الديمقراطية ليست الديمقراطية السياسية بمعنى أنه الممارسة السياسية لوحدها إنما الديمقراطية على مستوى المجالات المجتمعية وإذا ما ربينا الجيل والنشأ على مسألة الديمقراطية وهتمينا بالمناهج والمدارس عمرنا ما سيكون عندنا مجتمعات ديمقراطية الديمقراطية بمعنى المسائلة الديمقراطية بمعنى الشفافية الديمقراطية بمعنى احترام حقوق الإنسان الديمقراطية بمعنى حرية التعبير فإذا أطفالنا ما عندهم القدرة على حرية التعبير بالمنزل بنكون فشلنا في أنه نقرس أهم مبادئ الدمقراطية في النجل واتمنى أنه الأبهات والأمهات والأخوات والإخوة اللي بشاهدونا يتأملوا في هذه المسائل نعم هذه المسائل أنا أسألك ست انشراع فيما يتعلق يعني أنا بحث أكتر مجتمعات متعطشة لكلمة ديمقراطية ويجب تفعيل هذه المجتمعات العربية عشان نكون واقعيين بحديثنا بشرق الأوسط ما هي حال الديمقراطية ومن ثم رح نخصص حديثنا عن أشياءنا المحلي أيضا طيب هناك إشراقات يعني نحن شفنا ما بدي أتكلم عن الربيع العربي ولكن شفنا الثورات المختلفة التي قامت في دول مختلفة والفئات المختلفة من الشعوب التي طالبت بحقوقها وطالبت بحقها في المشاركة وطالبت بحقها في الحياة وطالبت بحقها في التعليم وطالبت بحقها في الصحة وشفنا الفئات المهمشة يعني أنت بتلقي في بعض المسيرات في دولنا في المنطقة في مسيرات مخصصة وأنا سعيدة جدا أقول الكلام ده للأشخاص زوية الإعاقة هذا شيء بديع وممتاز أنه فيه فضاء مدني بيستوعب الشعب بفئاته المختلفة فهذا مهم جدا ولكن هناك تفاوت هناك تفاوت ماذا بالنسبة إلنا بالمنطقة العربية وبالإقليم عموما الكثير لكي نلحق بالرقب يعني بالدول الدموغراطية الكثير هل نتحدث عن الجانب السياسي أو الحكومة أم نتحدث عن الوعي المجتمعي بشكل عام كل الجوانب الدموغراطية عمرها مكانة الدموغراطية السياسية لوحدها حتى الدموغراطية في النواحي السياسية لا يمكن أن تتحقق إذا ما كان الشعب يؤمن بالقيم ومبادئ الدموغراطية نفسها نعم يعني عشان تكون في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لابد أنه الشعب اللي بيمشي يمارس هذا الاقتراع العام نعم يكون عنده هذا الوعي يعني ولكن هنا نقطة كثير مهمة نحن اليوم شفنا تراجع بمشاركة المرأة بآخر انتخابات موجودة في الأردن رغم أنه هناك جهود من كل الجهات لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة سواء واليوم الآن كمان سنشهد المجالس المحلية ومجالس البلدية وفيه هناك مطالب أنه ما يكون فيه أقل من 30% من مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلدية ولكن فيه تراجع فهل هذا التراجع حصل لأنه مرينا بالجائحة أم هذا التراجع حصل لأنه هذا التعزيز ليس بكافي لحتى تكون المرأة في المكان اللي يجب أن تكون فيه وبالنسبة الكافية أن تكون قادر أنها تمثل نفسها والمجتمع 100% أنا بالنسبة لي كان فيه تراجع مش بالنسبة للمرأة وبس بالنسبة للمرأة والشباب في الانتخابات الأخيرة نعم ولكن أتمنى أنه تكون مسألة عارضة كما الكورونا يعني ونرجع نشتغل على التعزيز طبعا هناك مجالات كبيرة جدا جدا لتعزيز مبدأ المشاركة بشكل أساسي وأتمنى أنه هذا يحدث ولكن بشكل عام أنت لو نظرت للأردن مثلا عندك التقرير الأخير للبنك الدولي في مسألة الحوكمة مؤشرات الحوكمة هي مسألة سيادة الغانون الجودة التنظيمية بتلقي أن الأردن بيحتل يعني مرتبة أعلى بكثير من الدول المجاورة هذا ما يعني أنه نحن وصلنا الحد لا ما زال هناك إذا ما قرنناها بدول الجوار بالضبط يعني أنا بالنسبة لي بتحدث بالنيابة عن الأمم المتحدة هناك الالتزام بأهداف التنمية المستدامة هذه الجودة التنظيمية وسيادة الغانون إذا ما اترجمت بالنسبة لي في مسألة أهداف التنمية المستدامة التي هي المفروض تحقيقها بـ 20-30 ما يعني لكثير إذا ما تحققت هذه الأهداف بنفس المستوى التزام الأردن بأهداف مؤتمر التنمية والسكان اللي كان بـ 20-19 بنيروبي هذه التزامات أساسية والحكومة الأردنية ملتزمة فيها أنا 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 بتكلم وما لي يدي يعني زي ما بقوله إنه ملتزمة فيها ولكن لابد بالتحديد لكن لابد من البدء في التنفيذ وأنا متفائلة متفائلة جدا على اللجنة الملكية لتحديث نظام السياسي نعم وبرجوا إنه المخترحات تطلع بسرعة وهي هذه المخترحات اللي بتساعد على المشاركة زي ما قلت لك أنا بالنسبة لي الكلمة الأساسية والمفهومة الأساسية هي المشاركة المجتمعية نعم بدون مشاركة مجتمعية لكل فئات المجتمع من شباب من نساء من أشخاص ذوي إعاقة وغيرهم لا يمكن تحقيق أي مبدأ ديمقراطي نعم وأيضا توجه الأمم المتحدة لا نتحدث فقط عن النخبة أو الساسة أو فقط السياسيين أيضا هناك توجه خاص للشباب توجه خاص للأطفال أهمية غارس مفاهيم الدموقراطية لدى هذه الفئة حتينا أكثر عنها حقيقي الأمم المتحدة مهتمة جدا بمسألة الشباب بالذات الأمينة العام للأمم المتحدة وأنا هنا بحب أقول أنه أول مبعوث للشباب بالأمم المتحدة عالميا كان أردني صحيح أحمد نداوي طبعا نواجه له تحياتنا نعم محل ما هو موجود فهذا هذا الاهتمام وصل أنه يكون في مبعوث خاص للأمينة العام للأمم المتحدة في مزألة الشباب الأردن ملتزم باستراتيجية الشباب لعشرين ثلاثين هناك قطاعات كبيرة من الشباب يعني إذا نظرنا لسكان الأردن ستين في المية من سكان الأردن شباب نعم يعني هو طبعا نصف سكان العالم نحن موجودين في ذلك الوقت تحت عمر الخمسة وعشرين سنة يعني فكلهم شباب والمستقبل لهم يعني ولكن هناك أشياء بتجذب الشباب مثل مثلا مسائل وسائط التواصل الاجتماعي نعم هذا هذه مرصة مجال للشباب للتعبير عن آراءهم للتعبير عن شوقهم لمسألة الدموقراطية لمسألة حقوق الإنسان وبنشوف في دول كثيرة لما تفشل الدول في أن تلبي هذه المطالب للشباب بتشوف الهجرة كل قوارب الموت التي للأسف الشديد بتشوفيها مليئة بالشباب يعني لأنهم يأسوا من دولهم أنه ما قدر توفر لهم الأشياء اللي هما بدهم إياها يعني لذلك شباب عندهم أثر كبير وممتحدة كثير مهتمة بمزألة الشباب وهم بمثلوا نصف سكان العالم نعم 100% وأيضا بالحديث عن الأطفال يعني حتى في المدارس إذا بنحكي على الشكل المصغر للديمقراطية هناك بجالس الطلبة هذه شكل من الأشكال الديمقراطية التي رسخت في عقولنا على مدار ثانوات قديش مهم كمان في مدارسنا يكون في عنا وعي لدى الكادر التعليمي بالتوجه للأطفال ولا الطلاب تحديدا حقيقة حقيقة وإذا ما كان تربينا على كده يعني إذا ما كان أجيالنا والنشأ الصغير تربى على هذه المبادئ ومش مبادئ بمعنى أنه تدريس لا شوفها بالطريقة العملية نعم زي ما اتفضلت أنه يكون في مجالسكم في جمعيات يكون في أنشطة خارج الأنشطة الأكاديمية عشان تنمي الطفل أو الطفلة على أنه يقدر يعبر عن نفسه بالطريقة المفروض يعبر عنها وينمه على هذا المثار نعم ولكن إذا لم تتوفر الفرصة للأشخاص الموجودين اليوم على مقاعد الدراسة أو الشباب أنهم عن جد يفهموا معنى الدموقراطية الحقيقة أو يمارسوا معنى الدموقراطية ونحن نعرف أنه هناك العديد من الدول اللي مبتعطي هذه الفرصة لشبابهم اليوم أيضا هناك مسئولية على الشباب أنفسهم كي يثقفوا أنفسهم أكثر بما يخص الدموقراطية ماذا تحكي لهم رسالة؟ شوفي هناك مسئولية على الشباب لتذغيف أنفسهم ولكن هناك مسئولية على الإعلام عليكم أنتوا يعني أنتوا لكم دور كبير جدا في تذغيف الشباب وفي تذغيف كل الفئات المهمشة بأنها تأخذ حقوقها وكيف تأخذها يعني بالطرق السلمية طبعا وكيف تحافظ عليها وكيف تقدروا تنجوي لايف يعني ويستمتعوا بحياتهم بما يسمح بتحقيق مسألة حقوقها للإنسان فهناك طرق كثيرة إذا فشلت المدرسة وإذا فشلت الشارع وإذا فشلت الأسرة بيبقى المسئولية المسئولية الإعلام وأنتوا لكم دور كبير جدا في هذه المسألة نعم إذا ما تحدثنا عن تخصيص يوم عالمي خاص بالديمقراطية هناك دائما توصيات توصيات للمجتمع الدولي بشكل عام للتمسك بهذه القيم والمبادئ مع اختلاف ربما المعايير يعني ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا فما هي أهم التوصيات والمجتمع الدولي سياسيا مدنيا مجتمعيا كيف لازم يكون يشتغل على هذا المصطلح ليس كشعار ولكن كممارسة صحيح أنا زي ما قلت لك أنه الكلمة المفتاحية بالنسبة إليه في مسألة الدموقراطية هي مسألة المشاركة المشاركة المجتمعية ونحن لو بنتذكر عند حدوث الأزمة بنيسان عشرين عشرين يعني الأمينة العام للأمم المتحدة قام بإخراج سياسات كيفية التعامل مع الأزمة فكلمة الأساسية في هذه السياسات هي كلمة المشاركة وكلمة حقوق الإنسان فهو ذكر أنه الأزمة حتى تروح لابد القضاء على الأزمة ولكن لابد الالتزام بحقوق الإنسان هناك قوانين طوارئ هناك قوانين استثنائية تيرة جدا ولكن الخوف كان أنه تتسرب هذه القوانين الاستثنائية للقوانين الدول وتستمر الدول بأنظمة ممكن أن توصف بأنظمة استبدادية لذلك لابد أن نفهم أن حالات الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية هذه هي لفترة محددة وإن شاء الله نحن نطلع من الكورونا ونطلع من كل هذه الاستثنائية إن شاء الله شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذي إنشراح أحمد مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان أهلا وسهلا بكم سهلا بكم